وبمناسبة الكلام عن بواليا مسؤول الاهلي بدأوا بالفعل عملية ادخال بيانات وولتر بواليا لعب الفريق الجديد على سيستم اتحاد الكرة عشان يتم قيده بقى فيه قائمة الفريق سواء المحلية والافريقية ويتم الاستعانة بي ان شاء الله في كل المطشاط المقبلة سواء في الدوري المحلي او في بطولات افريقية او طبعا في كاس العلم للاندية طبعا زي ما حضراتكم تابعتم على مدار الساعات الاخيرة التعاقد مع اللعب الكنغولي وولتر بواليا هيكون لمدة اربع مواسم بتبدأ من شهر يناير والاهلي طبعا يعني محتاج الاستفادة بجهود بواليا في الفترة الاخيرة خصوصا مع كمان ظروف الغيابات اللي بيعاني منها الفريق في الوقت الحالي